اعقد الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا مؤتمرا صحفيا في مركز ولي العهد للبحوث الطبية والتدريب بالمستشفى العسكري للحديث عن آخر مستجدات فيروس كورونا في مملكة البحرين حيث شدد الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة على أهمية التعاون والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية مؤكدا في الوقت نفسه أن العدد الكبير في أعداد الحالات القائمة يأتي بالتوازي مع الأعداد الكبيرة للفحوصات اليومية التي تتم من أجل الوصول السريع للحالات القائمة وسرعة علاجها كلنا تابع بالأمس العدد الكبير الذي وصعت إليه البحرين في أعداد الحالات القائمة والتي وصلت إلى 2354 حالة والذي يأتي متوازيا مع الأعداد الكبيرة للفحوصات اليومية التي تتم من أجل الوصول السريع للحالات القائمة وبالتالي سرعة علاجها هناك من يتساءل عن سبب القيام بأعداد فحوصات كبيرة بشكل يومي ولماذا لا نقلل أعداد الفحوصات وبالتالي نحصل على أعداد أقل أحصائيا للحالات القائمة وهذا فعلا هي نسبة وتناسب عندما تقل عدد الفحوصات تقل كذلك النسبة فتصبح الأعداد القائمة أقل من ذلك ولعل بعض الدول تنتهج هذا النهج أو أن يكون عندها قلة في الفحوصات أن الأعداد الكبيرة للحالات القائمة والتي تتصاعد يوما بعد آخر تستوجد من كل شخص التزامه بالإجراءات الاحترازية وعدم التراخي في تطبيقها ثانيا ابتعاده عن التجمعات وخاصة التي تكون خارج طار الأسرة التي تقيم في نفس المسكن ثالثا حرصه على الحصول على التطعيم والنتائج اليومية التي تنشر تبين أن معدل الانتشار الأعلى هو من المخالطة داخل المجتمع وليست قادمة من الخارج بينما أعداد الحالات القادمة من الخارج محدودة وقد بيّنت الحصائيات أن نسبة الفحوصات الموجبة للمسافرين القادمين للمملكة عند الوصول خلال الشهر الماضي أبريل بلغت 1.76% وبرغم من أعداد الحالات القائمة المحدودة للقادمين من الخارج إلا أنه لدينا إجراءات محكمة توفر درزة الأمان المطلوبة